شاء الله خير رح أقول لكم هالقصة صارت في أحدى المستشفيات الحكومية مواطن كويتي انتحل صفة الشيخ وإنه هو طبيب واشتغل في هذا المستشفى لمدة ثلاثة تشر يروح العمليات يزور الأجنحة يكتب تقارير وكأنه طبيب معالج وعاش الدور واشتغل طبيب بدون رقيبة أو حسيب لا والمصيبة يكتب مرضيات ويعتمدها وتمشي هالمرضيات واحد من المحققين بهالمستشفى اشتبه بهالمحتال شافوا أسلوبه طريق شغلة بالليل راح هذا المحقق إلى رئيس قسم الحوادث يبيعرفش القصة قصة المزيف اللي يقول لنا شيخ وطبيب وعشان يرتاح راح قرأي رئيس القسم قال لمساك الله بالخير لو سمحت عندكم واحد يقول لنا شيخ وطبيب ويعالج وهذا اسمه انزين كان يقول لنا رئيس القسم ما عمري سمحت بالاسم قال شنو ما سمحت بالاسم فلان لفلاني اللي يشتغل عندكم بالحوادث قال ما عندنا بالاسم ما حد يشتغل في قسم الحوادث ولا عندكم متدرب قالوا ولا عندنا متدرب قال الحبيب قال يسوي مرضيات ويسوي تقارير ويمر الأجنعة ويمر المرضى قال ايبا ما عندنا هالاسم قالوا سمحته لازم تفتحون تحقيق في هذا الموضوع قالوا زي سمع هذا الشخص اللي مسمى نفسه شيخ وطبيب بالموضوع انهم طالبين يراجع المحقق ويبيعرفوا شنون دخل غرفة العمليات وشن صدر هالمراضيات المرضى بدون انه يحط هوية ويقول انه طبيب المهم هذا الشخص سنحش ووضوع مصيبة في المستشفى شن سوين شن سوين قال يمعود لو واحد دره حبي مصيبة قالوا شن سوين قالوا سكر الملح كأنه ما صار شي والمراضيات اللي طلعت والتقارير اللي يكتبها وغرف العمليات اللي دشها وزيارتها للمرضى واعتمادها لتقارير طبية شنون تصير وهالقصة يعرفونها كل العاملين في هذا المستشفى الحكومي هذا دليل واضح على الفسد ومن المضحك انه يسألون لطبا انت زي شون اي واحد يرى يدش الحوادث ويكتب الأدوية ويكتب انتوا ما تدرون عنه لطبا اللي كانوا في الحوادث شي يقولون يقولون كنا فاكرين انه طبيب وشيخ كويتي مش معقولة انها يعمل انه يكون كداب وطلعت كداب هذي من دليل التخبط لإدارة في الجهات الحكومية ومن بلان في هالبلد التخبط الإداري اللي خلانا نرجع وره لكن للأسف مشكلة البلد الإدارة واختيار مسؤولين غلط لما نختار مسؤولين غلط يتأخر البلد في مجالات تنمية ويقولون ان هذا الملف تم اغلاقه ملف اغلاق اغلقه ملف التحقيق مع الطبيب المزيد الله يعين المرضى اللي خدوا أدوية غلط والمراضيات مشه وكل شي مشه للأسف ادعو الله ان يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال فاصل مرجعكم